يا مساء الخير عليكم صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشاهدوا الفيديو طبعا النهاردة عشورة كل سنة وانتو طيبين سيوم فضل يوم عشورة بسنة كفارة لسنة ماضية النهاردة هنعمل وصفتنا من دقيق الامح طب ايه فوية دقيق الامح للشعر هنعرفها النهاردة ونتعلمها وكمان هنقول على مكون كده سري في الوصفة لازم يكون قوام الوصفة بالشكل دوت عشان طبعا يدينا ترتيب ويدينا نعومة للشعر بيفرد الشعر المكونات النهاردة اللي مستخدمينها كلها برضو مكونات بسيطة دايما انا كل التعليقات اللي بتجيلي بتقولي ان احنا عايزين وصفة لتناعم الشعر لعلاج الشعر الجاف لعلاج الشيب بس ما عندناش وقت عايزين بلسم طبيعي حمام كريم طبيعي فبحاول على قد ما اقدر ان انا اضيف لكم المكونات كلها مع بعضها عشان الوصفة تقدر تكون علاج الشيب الشعر علاج الشعر الجاف كمان ترتيب الشعر تنعيم الشعر ترميم الشعر الناس اللي عاملة سبغات وشعرها طبعا اتهلك من البروتين والكرياتين والسبغات الضرة ده قوام الوصفة بتاعتنا يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة ونتعلم ازاي نعمل من الامح وصفة تكون مفيدة لشعرنا وكل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله ربنا يتقبل سيامنا وقيامنا ويخفر زنوبنا ويلا بينا على الوصفة بتاعتنا وياريت اول مرة يشرفني في القناة ياريت يلف لفة كده لو لقى القناة مفيدة وفيها معلومات مفيدة بالنسبة له يشرفني بالاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان كل منزل فيديو جديد يوصلوا مني اشعار ان انا نزلت فيديو وطبعا احنا مفعالين في القناة ميزة السوبرشات لو حد حابب يدعمني ويفعل سوبرشات يشرفني وينورني وانا بنجح بيكم وانا بطلة بيكم وان شاء الله تكون القناة عند حصن ظنكم ويلا بينا بقى نبدأ في الوصفة بتاعتنا وهنا اول مكون معايا في الوصفة بتاعتنا وهو الكرمب الاحمر او الملفوف زي ما بيسموه في الدولة العربية وكده ده المكون الاولاني معايا وبعد كده هنزل بمعلقتين من الكركم والكركم طبعا اقوى مضاد ضحيوي على وجه الارض فبيديني لون اشعر ده طبعا انا عايزة اعمل اللون اللي هو بيبقى تلجي شوية او اللون المغدر على حسب اه اللي عايز طبعا اه اللون بتاعه هنقول اضافات هنقولها ولو اه مش موجودة هنقول البدايل بس طبعا اه في حاجات ما ينفعش ان انا اشيلها في الوصفة طبعا انا ضفت كبايتين من الميا هنسب على النار لمدة حوالي عشر دقايق على نار متوسطة عبال ما يغلو كويس جدا وبعد كده هنسيب الخليط ده يبرد تماما معايا اه طبعا الكركم موجود في كل الدول العربية اه طبعا بما بروح اجيبه من عند العطار بقوله كركم اكل مش كركم اه سوري كركم تجميل مش كركم اكل هنا بعد ما غلي الوصفة معايا كويس جدا ببتدي اقلب كل المكونات انا ما فوقت اقطع طاعة صغيرة بس دي حجم الكرومبية صغيرة طيب اه الوصفة دي المكونات دي معمولة اه لتلات اه افراد شعرهم خفيف متوسط الطول طبعا بضعف الكمية على حسب طول وكسافة الشعر وعلى حسب المسامية بتاعة الشعر وطبعا قبل ما بعمل اي وصفة بحطها على جزء قبليها بيوم من الجلد جزء صغير كده من الجلد لو عملتلي حساسية ما بحطش ببقى انا عندي اي حساسية من المكون ده طبعا مفيش اي حاجة يبقى انا كده قدر استخدم الوصفة بتاعتي وانا متطمنة عشان طبعا في ناس ممكن تتحسس من الكرومب ممكن تتحسس من الكركم طبعا كل واحد على حسب طبيعة بشرته قبل ما اخد اي وصفة من عندي او من اي قناة لازم اعمل اختبار الحساسية ننتقل بقى للمكون الاساسي النهاردة في وصفتنا ممناسبة عشورة وكل سنة وانتو طيبين وهو دقيق الامح دقيق الامح سعره رخيص وموجود عند اي عطار زي ما قلتلكو انا هنا خد حوالي اربع معالق كبار وهنزل عليهم برضو بمية الكركم مع الكروم وافضل اقلب كويس جدا لحد ما بيديني قوام كده خفيف لهو تقيل زي حمام الكريم بالزبط انا ممكن استخدم الوصفة دي كحمام بديل لحمام الكريم باضافة بقى مجموعة تانية من الزيوت لو انا عايز احتفظ بكمية كبيرة منها لكن انا بفضل الوصفات الطبيعية اعملها اول باول عشان خاطر اعملها احطها سيما موضوع كله ما بياخدش عشر دقايق سيما انتو شايفين كده انا بفضل اقلب لحد ما القوام بتاعي بيبقى زي الكريم بالزبط نبتدي بقى نقلب كويس لحد ما بشوف قوام الوصفة بتاعتي عشان لا تبقى سميكة ولا تبقى خفيفة زي الميا وهنا انا هنزل بمعلقة كده كبيرة من الكركم برضو وهقلب كويس جدا لحد ما يختلط كل المكونات معايا مع بعضها وطبعا بعد كل وصفة انا بعملها انا بحب ريح الوصفة بتاعتي اسيبها بتاع حوالي عشر دقايق كده عشان المكونات بتاعتي تمتزج مع بعضها وهنزل كمان بمعلقة من البون وكلنا عارفين ان البون من اكتر الحاجات اللي بتساعد فيه علاج شيء بالشهر هنا اللون هيديني لون اشقر كده حلو او اشقر اسفر كده حلو طبعا كل واحد بيزود بقى المكونات على حسب درجة اللون اللي هو عايزة طبعا احنا هنا حطينا كل الموقات محتاجين بقى ترتيب هنبتدي نضيف حوالي اربع معالق من الزبادي والزبادي هنا بلسم طبيعي للشعر حمام كريم طبيعي للشعر من اكتر الحاجات اللي بترطب وبتنعم وبترمم الشعر الجاف الشعر الهايش الشعر الخشن الشعر المجعد طبعا انا عشان عاملة كمية كبيرة قلبتهم وحطيت تاني كمية زبادي تانية وهنبتدي نخلط المكونات بتاعتنا كويس جدا يبقى احنا كده حطينا البون وحطينا الزبادي وهنعمل ماكس كويس جدا نقلب كويس جدا لحد ما تختلط كل المكونات بتاعتي مع بعضها وبعد كده عشان تثبيت اللون والناس اللي عندها افراس دهون زيادة فروة الراس بنحط معلقتين خل عشان خاطر الكمية دي كبيرة طبعا انا في مقطع بس معلش يتحزف كمان هنحط عصير لمونة كاملة العصير والخل بيساعدوا على تفتيح لون الشعر كمان بيزيلوا الدهون الزيادة من فروة الراس لكن طبعا الناس اللي عندها حساسية سواء من اللمون او من الخل ما تستخدموش احنا بنتكلم هنا عن ناس اللي ما عندهاش حساسية بعد كده كمان هنقلب كويس الوصفة بتاعتنا وهنحط كمان معلقة من زيت جنين الامح كمان هنحط معلقة طبعا بما اننا النهاردة بنتكلم على عشورة فما ينفعش نعدي الوصفة بتاعتنا من غير ما نستخدم زيت جنين الامح زيت جنين الامح من اكتر الحاجات اللي بترطب الشعر وبتنعمه كمان بيساعد على علاج تقصف الشعر التقصف اطراف الشعر يعني انا لو استخدمت زيت جنين الامح بس لوحده على اطراف الشعر بينعمها وبيرطبها كمان دقيق الامح عالي جدا فيه كمية بروتينات والشعر بيحتاج بروتينات عالية جدا فبالتالي هيرطب الشعر وينعم الشعر ويكسف الشعر ويساعد كمان على علاج شيء بالشعر لانه طبعا فيه بروتينات عالية جدا دي النهاردة وصفتنا اتمنى ان انتو تجربوها الوصفة سهلة جدا وطبعا مكوناتها موجودة عند اي عطار سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة بتساعد على تقوية بروتين طبيعي للشعر علاج تقصف الشعر الهيش الناشف الضعيف الخشن يعني وصفة علاج كمان شيء بالشعر المبكر الناس اللي عندها شيء نتيجة استخدام المواد الكيميائية الضر الطريقة دي بسيطة ما فيهاش حاجة بتحسل لون الشعر كمان بتحسل من افراس الدهون في فروة الراس اتمنى الوصفة تعجبكم ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد واشوفكم في وصفة جديدة واتمنى وصفاتي تعجبكم